السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أخوكم إيهاب الصرفاندي من قناة إيهاب وكيف حالكم إن شاء الله بخير إن شاء الله مبسوطين اليوم إن شاء الله فيديو مهم جداً ليش مهم جداً لأنه فيه عندنا فيديو فيديوهات قبل Wieck عملناها وكانت الفيديوهات نظام إنه حال نحط technical launcher مشغل النشاط وعشان نعمل منصة التطبيقات أو نعمل إشي تاني احنا عملنا قبل هيك عن منصة التطبيقات عن طريقmas activity launcher وعملنا منصة تطبيقات ios واليوم بدنا نعمل منصة التطبيقات اللي موجودة على النسخ الصينية نفسها 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 هتكون عنا عن النسخ العالمية لكن في سر دربالكو في سر في او سر تعال من يجي واحد يعمل الخلطة مثلا للأكل او شي سر الخلطة سر الفيديو او سر المنصة لها السر السر هذا لازم تعرفه اذا بدك تعرف السر لازم تتبع الفيديو كله اذا ما تبعت الفيديو كله يعطيك العافية تعرف السر المنصة مش هتشتغل معك فلازم تعرف السر كونوا معنا لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب علشان يصلك كل جديد ونلتقي في فيديو جديد ايه وخلينا نروح لنا مفيد بسم الله الرحمن الرحيم علشان احنا نحط النقاط على الحروف اول حاجة بالنسبة للاجهزة اللي معنا طلع الجهاز هذا اللي انا ماسكو انا نيجي على الاعدادات ونيجي على حول الهاتف والتحديث اللي عنا 13.0.6 على اندرويد اللي هو 12 هذا جهاز اللي هو مي 10 هذه النسخة اللي امامنا اللي هي النسخة الصينية هذه النسخة الصينية وكل النسخة الصينية موجود فيها لما تيجي تعمل زي هيك بتقول لها عنها الوجد تيجي بتختار اللي هو هذي اسمها منصة التطبيقات وبكون فيها التطبيقات كلها وهذه المنصة اللي احنا بنأمل لها تكون موجودة عندنا اليوم بدها تكون عندنا بالشكل هذا اللي انت شايفه هتكون عندنا في موبايلاتنا اللي موجودة معنا هنا عندنا اللي هو كمان جهاز الكي 30 اللي هو البوكوكس 2 نفس الشي النسخة اللي موجودة معنا نسخة 13 لأن نسخة صينية وموجود فيها نفس الكلام والتحديث اللي موجود عندنا هاي الاعدادات وحول الهاتف و13.0.3 وهو عبارة عن كمان اللي هو الاندرويد وهو الاندرويد 12 هذه النسخة اللي هو الصينية النسخة العالمية اللي هي النسخة الهندية هيجيها خلال هذا الشهر التحديث وهتكون متاحة إن شاء الله الآن احنا بدنا نعمل نفس الكلام هذا ها اجهزتنا وكمان احنا عملنا قبل هيك اللي هو هذه المنصة اللي الآن موجودة عندنا هذه المنصة احنا عملناها على اجهزتنا في فيديو اللي هو فيديو اللي هو المنصة تمام تمام الآن خلينا نيجي للمنصة اللي احنا بدنا اياها المرتقبة اللي احنا بنستنىها من زمان وعملنا قبل هيك عن المنصة عن اللي هو عن طريق تطبيق اللي هو اكتيفتي لانشر اللي هو مشغل النشاط الآن خلينا نيجي نشوف مع بعض ايش بدنا نعمل وهي معي جهاز هذا الجهاز نسخة عالمية وهي الأمر بتيجي تعمل زي هيك بيجي عندك الإضافات إحنا لما نيجي كنا نفتح الإضافات كانت تطلع لنا الإضافات أنتوا عارفين الشكل تبعها الآن الإضافات بدها تطلع معنا بالشكل هذا نفس اللي موجود على النسخ الصينية الآن لما بدي أعمل إضافة مثلا بدي أضيف هذه بتعمل إضافة بيتم إضافة الساعة مثلا بدون لا اكتيفتي لانشر ولا أي حاجة نيجي على الإضافات تاني وننزل تحت هنا مثلا في عنا الكل كلمة الكل في عنا منصة التطبيقات وعنا الطقس وعنا الساعة والحماية والملاحبات والمعرض الآن متاحة لهذه التطبيقات مثلا لو بدنا نيجي نأخذ الطقس بتيجي للطقس بتلاقي الطقس بعدة أشكال هي الشكل الأول وعنا الشكل الثاني وإذا الشكل الثالث وإذا الشكل الرابع بتقول له تنزيل ويمكنك إضافة هذه الأداء إلى منصة التطبيقات وهي عملنا إلى تنزيل ونزلت على اللي هو الشاشة الرئيسية. نيجي على اضافات مرة اخرى. نختار مسلا المعرض ونقول له بدنا هذا الشكل بيتم اضافته. نختار مسلا الساعة. بدنا الساعة. هاي الساعة. وهاي كمان الساعة. وهاي كمان الساعة. وهاي تلات اشكال. نختار مسلا الشكل هذا مباشرة بيروح للمكان اللي هو بده اياه. يعني ما بتطرش ان تسحبه وتحركه. وبتقول له انا مسلا صح. والان ممكن تعمل عملية تعديل للصور الموجودة عندك. مسلا الساعة بدنا اياها هنا في المكان هذا. وبحطها. واصبحت منصة التطبيقات الاصلية اللي موجودة على النسخ الصينية. موجودة عندنا على النسخ العالمية. نيجي مرة اخرى. مسلا بهاي. عندنا الاضافات. ونيجي على الاضافات. ونختار طبعا اي حاج بيتك اياها. بتقدر تختارها وتحطها على الشاشة الرئيسية. وهي هنا عندنا. نيجي لتطبيق الحماية. نشوف اكم شكل هم عاملينه. هذه اتنين وتلاتين في المية للبطارية. هاي عندنا نوع. وهي عندنا سبعمية وتلاتين ميجا بايت المساحة المستخدمة. وخمسمية وتسع وعشرين ميجا بايت المهملات. وعننا خمسمية ثلاثمية وخمستاش ميجا بايت المهملات مع ثلاثة وعشرين فاصل ستة ميجا بايت. وعننا الامور الان كل هذه متاحة. لو بدنا نعمل عملية مسلا انه حبط هذه. تقول له هاي اضافة. يتم اضافتها وانه نرجعتها بشكل سلس وسهل. اضافة ادوات وبتنزل هنا تختار الادوات اللي بدك اياها. وكمان منصة التطبيقات. ممكن تاخد منصة التطبيقات حسب الاخبار والدولة اللي انت موجود فيها. الملاحظات. هي عندنا شكل. وهي شكل. وهي شكل. هاي بتضيف الملاحظات على وجه السرعة. المعرض. وهي شكل. وهي كمان شكل. وكمان تلات اشكال. هاي اربع اشكال. بدنا نضيف هذا الشكل. بيتم اضافة وبتقول له هي صح. ادن الان متاع عندنا ان اقدر اضيف كل الامور هذه. كيف بدنا نضيفها? اسهل منها ما فيه. في عندنا الان اول الحاجة. في صندوق الوصف. هيكون في رابط ورابط. الرابط الاول هيكون معنا رابط اللي هو المنصة التطبيقات بالتحديس الجديد. تحديس تلات عشر. وهو تحديس تلات عشر فاصل تلاتة فاصل واحد. والتحديس التاني الجديد لمشغل التطبيقات الجديد. وهذا اخر تحديس. نزل اليوم جديد او بالامس. اللي هو ام اي 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 لان شرق الفة. هذا الان بدنا ننزله اول اشي. نزل الي هو اي 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 الالفة. تحديس تضلك معي لانه في ملاحظة قوية جدا لازم انت تشوفها. علشان تعرف تشغل هذه المنصة. عملنا المشغل. بعد ما نعمل المشغل نيجي على المنصة. نعمل تحديس للمنصة. وبعد ما تعمل تحديس للمنصة في شغل ضروري وسر ضروري لازم يكون عندك. وزا ما كانش عندك على الفاضل المنصة مش هتشتغل. وهتيجي تعمل تشغيل للمنصة مش هتشتغل معك. طلع هنا نزلنا كل حاجة. تيجي تعمل زي هيك وبتيجي على اضافات. ملاحظة الاضافات هي على الفاضة يعني هاي ما اشتغلتش. هاي نزلت اللي هو اي و اي لان شر. وهي منزلك منصة التطبيقة ما اشتغلت. فيه ان سر. والسر هذا لازم انت تعرفه. بتيجي على المكان اللي انت فيه بتعمل زي هيك. وبتيجي على الاعدادات. وبتيجي على المزيد. بتيجي هنا في عندك اللي هو اه الشاشة رئيسية. المشغل الافتراضي. الشاشة رئيسية. الشاشة واحد تيجي عليها زي هيك. عنا فيه تلات خيارات. منصة التطبيقات. اقتراحات من جوجل. لا شيء. اذا كتحطها على المنصة. اذا حطيتها على المنصة الان بتعمل زي هيك وبتيجي على اضافات. بتبلش المنصة تشتغل وبتقول لك اهلا وسهلا فيك وهي هاشتغلت. هنا السر في هذا الموضوع. فيه عنا اجهزة بيكون زي هيك. هاي عنا جهاز الريدمي نوت عشر برو. ديجي ننزل مشغل التطبيقات الجديد. وهي تحديس للمشغل. وهي يفتح ونيجي لمنصة التطبيقات هيتحديس. وهي يفتح ونرجع هنا. ونيجي نخش على الاعدادات وعلى المزيد وعلى اللي هو في عنا فيش غير اقتراحات من جوجل ما في غيرها. نشوف المنصة تطلع عنا ولا لأ. ونيجي على اضافات. والمنصة مش هتطلع معنا. طلع معنا هان. لازم يكون عندنا فيك حاجة اسمها منصة التطبيقات. لازم تكون فيه النسخ. هذه النسخ اللي موجود فيها المنصة. بتكون اللي هي النسخ الاندونيسية. النسخ الهندية. بعض النسخ الاوروبية. ويعني كل واحد يفقد جهازه وشوف السر في هذا الموضوع. في ملاحظة هنا انه لو كان عندك اندرويد عشرة. يعني انا جربت على اندرويد عشرة ما زبط. يعني لازم يكون عندك واجهة تلات عشر. ويعني انت جرز عندك واجهة اتناعش ونص. وعندك النسخة بتصبط معها. جرب وشوف. كل واحد تجرب على جهازه. ولكن لازم يكون عندك منصة التطبيقات موجودة. كونوا معنا دائما. لا تنسى الضغط على زر الاعجاب والاشتراك في القناة وتفعل الجرس يا حبيب. علشان يصلك كل جديد. ونلتقي في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.